من واشنطن يبدو كأنه متأكداً أن أمريكا متأكداً من أنه سيحدث هجوم كيميائي ديمستورة في هذه النقطة بالتحديد أشار إلى أن جبهة النصرة والحكومة السورية يملكان القدرة على إنتاج الأسلحة الكيموية وخاصة غاز الكلور ما هي رسائل ديمستورة هنا إلى واشنطن فيما يتعلق بتهديداتها حال استخدام السلاح الكيموي طبعاً لا شك أنه الواشنطن تحذر من الاستخدام الأسلحة الكيموية من كابل النظام باعتبار هذا الوجوم حداً أحمر والذريعة لتوجيه الدربة العسكرية على النظام السوري وكما يبدو لنا في موسكو أنه واشنطن بدون أي ردود وبدون أي شقوق تعتقد أن الأسلحة ستستعمل الأسلحة الكيموية تستعمل ذلك بدون مناقشة ما هي المبررات لاستخدام الأسلحة الكيموية من كابل النظام إذا امتلك النظام السوري الأسلحة الكيموية في هذا الحال ليس هناك أي منطق منطق سياسي وعسكري وغيره لاستخدام الأسلحة الكيموية للنظام إذا كان هو يمتلك هذا الأسلحة وبالمقابلة روسيا كذلك تحذر من استخدام الأسلحة الكيموية من قبل بعض الفصال الرهبية المقيمة في الإدلب للأسف الشديد ليس هناك الجهود المشتركة ورغب المشتركة لتأكيد على الحقيقة بالنسبة للأسلحة الكيموية ليس هناك التنسيق ولكن ديمستور يشير إلى إمكانية استخدام النصر للسلح الكيموي على حد سواء ما يخلط الأوراق هنا إلى أي مدى يمكن أن ربما إن كانت الولايات المتحدة تتعاون مع النصر أن تجندها لكي تقوم بمثل هذه المسرحية ومن ثم إلصاق التهمة بالجانب السوري هذا هو ما تقوله روسيا إن مثل هذه المسرحيات حسب يعتقد روسيا كانت تحدث في بعض المناطق السورية قبل ذلك والآن مثل هذا السيناريو يمكن أن يتكرر ولهذا الاحتمال واقعي للأسف الشديد وإذا وقع هذا السيناريو هذا الاحتمال وتمد هناك الضربة العسكرية الأمريكية على النظام السوري فهذا سوف يغير لو دعا بالكامل في سوريا للأسف الشديد وسيكون هناك الظروف المختلفة ويمكن القول أن الحل السياسي سيكون أبعد مما كان عليه الآن للحل السلمي للأسف في سوريا على هذا الأسف للأسف الشديد المصالح متضاربة ومتباينة وليس هناك التنسيق للجهود للعبين الدوليين والمحليين لإيجاد الحل المناسب لهذا الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر